فترة السبعينيات دي أخرت صلاح السعداني شوية عن جيله أعتقد بس هو يعني هو اللي حصل وممكن يكون كسلت شوية بطأت في خطواته لكن جي في التمانينات عدل جيل كله يعني هو من نهاية السبعينيات وهو كان لما شارك فيه بابا عبده أو أبناء الأعزاء شكرا وكانت مع أستاذ عبد المنعم مدبولي وطبعا إخراجه أستاذ فاضل يقال إنه اكتشاف أستاذ عبد المنعم مدبولي أهم هو أستاذ عبد المنعم مدبولي هو اكتشفه وكتشف عدل إمام المجموعة دي كلها الحقيقة لأن مصرح كليت الزراعة كان في هذا المكان في اتحاد الإزاعة والتلفزيون كان هو فرق التلفزيون هي اللي استوعبت المجموعة الطلبة أفتكر بعد أبناء الأعزاء شكرا عمل أعمال أخرى منها مسلسل كان مهم جدا للأسف ما بيتزعش اسمه قطار منتصف الليل كان بطولة نادية الجندي ومحمود المليجي وكان أستاذ صلاح السعداني يعني دوره مهم جدا جدا في هذا المسلسل ومن أجمل أدواره لما دخلنا التمنينات في ناس كتير قوي شايفا أن الليالة الحجمية هي تفصلت لصلاح السعداني واللي ما عرفوش البعض أن هذا الدور ما كانش لصلاح السعداني كان من روح لصايد صالح كان الأستاذ سعيد صالح في البداية وعلاك أنه مشغول واعتذر فجاء أستاذ اسمهين عبدالحافظ اختار دكتور ياحي الفخراني لدور العمدة ولكن بعد ما أرى السيناريو فقال أنا عايز سليم البدري طيب إزاي طيب مش إزاي مهم في الآخر اختاروا صلاح السعداني كل أصدقاء صلاح السعداني نصحوا أنه ما يعملش الدور ده لكن هنا في حاجة يعني وده يمكن واضح جدا ما كانش عنده قزمة خالص أنه هو يعمل أدوار رشح ليها كذا حد من زميله قبل كده ويمكن كان أدوارهم الأدوار دي أشهر أشهر أدوار العمدة سليمان غانم يعني هنا كانت النقطة مهمة وأعتقد ده كمان حصل في أرابيسك وحصل في أرابيسك السلام النفسي ده السلام النفسي لأنهما أعتذروا هو ما أخدش دور حد خلي بالك ما سطاش على دور أخرين ولكن أعتذر سعيد صالح ويحر فخراني قال لا أنا عايز سليم البدري فلما جاء له الدور كل أصدقاء قالوا له بلاش لأن هيحصل مقارنة ما بينك وبين أستاذ صلاح منصور في الزوجة التانية ولكن هو قبل التحدي ودي كانت علامة فارقة في مشوار صلاح السعداني في الدراما ويمكن من ساعتها وإحنا بنقول عمدة الدراما المصرية ونجح نجاح كبير على مدار خمس أجزاء ترجمة نانسي قنقر